يواصل الاقتصاد الصيني إعطاء إشارة إيجابية قوية على المستوى المحلي أو الدولي باستمراره في الاستقراب وتحسن جودة التنبية بشكل مضطرد خلال الأربع ثلاثة الأولى من العام الجاري حسب البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء فقد بلغ إجمالي ناتج المحلي في الأربع ثلاثة الأولى واحداً وتسعين ألف وثلاثمائة واثنان فاصل سبعة مليار يوان بزيادة سنوية قدرها خمسة فاصل إثنان بالمئة وفي نفس الفترة استمرت التجارة الخارجية الصينية في النمو بشكل مضطرد الأرقام المتعلقة بمدارة الحزام والطريق خير دليل على ذلك حيث سجل ارتفاع للواردات والصادرات للدول التي تشارك في بناء الحزام والطريق بنسبة 3.1% يمثل 46.5% من الرقم الإجمالي للواردات والصادرات الصينية وبالإضافة إلى ذلك خلال هذه الفترة ارتفعت القيمة المضافة الزراعية بنسبة 3.6% على أساس سنوي وزادت القيمة المضافة لصناعة الخدمات بنسبة 6% على أساس سنوي كل هذه الأرقام تؤكد استمرار الاقتصاد الصيني في الازدهار في الأرباع الثلاثة الأولى ما يعزز التنمية العالية الجودة بقوة وما أرسى أساسا متنا لتحقيق الأهداف الإنمائية السنوية الصينية والبعث برسالة قوية للعالم بأن الاقتصاد الصيني ما زال وسيواصل الدفع كقاطرة للاقتصادي العالمي